أعلنت هيئة الطيران المدني الأمريكي إلغاء تعليق الرحلات الداخلية في الولايات المتحدة الذي أعلن في وقت سابق اليوم بسبب عطل تقني لم يحدد بعد مصدره وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي قد أمرت بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة ثانية ظهرا بتوقيت جرانيتش لإصلاح عطل ترأى على أنظمتها وتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان